السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نعطيه شرح خفيف بسيط بتسهيل على الطلاب لوحدة الكهرباء بتمنى انه عصافير يركزوا معاي شوي واي شيء انا جاهز لاي سؤال موجود اليوم رح نبلش بوحدة الكهرباء او رح نشرح عن وحدة الكهرباء وعن الدارات الكهربائية البسيطة احنا اخذنا بالحياة انه عن الكهرباء الساكنة انها قوة تأثير عن بعد يتم فيها انتقال الشحنات من جسم الى اخر بسبب دلكو سواء كان بالون وصوف بالون وشعر حرير وزجاج عدة اشياء لكن في الحياة الطبيعية يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية عندما تكون عندي عبارة عن ما يسمى بشيء اسمه طيار كهربائي وهي عملية انتقال الشحنات الكهربائية باتجاه واحد عبر المادة المادة وخاصة المادة اللي بتكون عندي موصلة للتيار الكهربائي وهذه الحركة تشبه حركة جريان مياه الانهار اذا التيار الكهربائي هو حركة الشحنات الكهربائية باتجاه واحد عبر المادة او المادة الموصلة منلاحظة هنا عندنا عملية سيران الجسيمات او الشحنات باتجاه واحد هناك ما يسمى بالدارة الكهربائية الدارة الكهربائية تتكون عندي او تكون هي عبارة عن مسار يعني طريق مغلق تتحرك فيه هذه الشحنات او هذا التيار الكهربائي في مسار معين اذا هو المسار المغلق الذي تتحرك فيه الشحنات الكهربائية هذه هي الدارة الكهربائية بشكل عام من ماذا تتكون الدارة الكهربائية؟ عندي ثلاث مكونات رئيسية مكونات مكونات الدارة الكهربائية واحد عندي البطارية وهي مصدر كهربائي يؤمن او يوفر الطاقة للدارة الكهربائية وهي التي يتحرك منها الشحنات الكهربائية الى الدارة الكهربائية المكون الثاني عندي هي الاسلاك والاسلاك هي عبارة عن ايش؟ هي وظيفتها نقل التيار الكهربائي او نقل الشحنات الكهربائية أما المكون الثالث فهو مصباح كهربائي والمصباح الكهربائي دوره في الدارة الكهربائية هو هي الاداة التي تستهلك الطاقة من مصدرها أو ممكن هي عبارة عن دليل عن وجود تيار كهربائي طبعا ممكن نستعيض عنها بمثلا مروحة جرس اي شيء بس يكون عندي يعمل على استهلاك الطاقة وبدلني على وجود تيار كهربائي طبعا اي دارة كهربائي لازم يكون عندها هذول الثلاث مكونات اذا واحد منهم انفقدت فلا يمكن للدارة ان تضيء لا يمكن للدارة ان تضيء او تكون عبارة عن مسار مغلق طبعا بيكون عندي اتجاه مرور هذا التيار الكهربائي عبر الدارة الكهربائية من لحظوا لي هون من القطب الموجب عبر الاسلاك ثم المصباح ثم يعود الى القطب او الجزء السالب من البطارية زي ما حكينا قبل شوي عن الدارة الكهربائية هي عبارة عن ايش بسار مغلق نبتدي من النقطة وننتهي في نفس النقطة يعني بدأنا بالبطارية ونمر عبر اجزاء الدارة بشكل عام ونرجع الى البطارية بخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب عبر الاسلاك فالمصباح ثم عندي القطب السالب امتى بتكون عندي الدارة مغلقة وامتى بتكون عندي الدارة مفتوحة الدارة المغلقة هي قلنا اول شيء تعريف الدارة الكهربائية هي عبارة عن مسار مغلق يعني مغلق بدأنا من اول نقطة ولا لو انتهينا في نفسها اذا تم عندي المرور من اول نقطة والدارة الكهربائية وتسير عبر الاسلاك ثم المصباح ثم او حتى قد ما يكون في عندي مكونات من اللهم صلى على سيدنا محمد من الدارة الكهربائية ثم نعود الى نفس النقطة هذا ما يسمى بمسار مغلق هذه تسمى دارة مغلقة ويضيء فيها المصباح او قلنا زي ما كنا قايلين انه اذا استعبنا عنها بمروحة بتشتغل المروحة او اذا كان جرس بيعطيني صوت حسب الجزء المستهلك للطاقة اما اذا وجد انقطاع في المسار فتكون عندي الدارة مفتوحة ولا يضيء فيها المصباح يعني مثلا هاي هون عندي البطارية هون عندي المصباح هون مثلا شو تم عندي هون قطع في الاسلاك ممكن يكون ما في بطارية آسف ما في مصباح هون ما في بطارية اي فقدان الجزء من اجزاء الدارة تكون عندي الدارة مفتوحة او اي فتح في الدارة في هذه الاسلاك يعتبر ايش عندي فتح للدارة الكهربائية التي لن تعمل نتيجة هذا الفتح ولن ينتج عندي تيار كهربائي في عندنا مكون هو ليس رئيسي لكن يستخدم عندي في الدارة الكهربائية اللي هو المفتاح الكهربائي ما هي وظيفته وظيفته هي التحكم في فتح الدارة الكهربائية واغلاقها فتح الدارة الكهربائية واغلاقها ويتم رسمها او يرسم المفتاح هكذا هاي هون عندي مثلا مصباح هاي عندي المفتاح اذا كان هيك بيكون مفتاح عندي مفتوح هون عندي عندي المفتاح مغلق هون مفتوح هون مغلق هون عندي بطارية اسلاك مصباح مفتاح 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 طبعا اهمية وجود المفتاح عندي هي التحكم في مدة تشغيل المصابيح والاجهزة الكهربائية المتنوعة لانه اذا ظل عندي الجهاز شغال اول اشي يتم استهلاك كمية كبيرة من الطاقة ثاني اشي الجهاز نفسه ما رح يقدر يتحمل الفترة الزمنية الطويلة لتشغيل هذا الجهاز عندي عدة انواع من المفاتيح الكهربائية هذا المفتاح موجود عندي في جهازة اجهزة الكمبيوتر او حتى على اطراف التليفونات هذا مفتاح ضغط اللي هو مفتاح الجرس طول ما انا ضغطة عليه الدارة بتكون مغلقة وشغال عندي الجرس هنا مفاتيح اللمس اللي هو موجود عندي على التليفونات ايبادات او حتى بعض اجهزة الكمبيوتر هنا عندي مفتاح المدرج بتحكم عندي في قوة هذا هذا التيار مثل المروحة مثل بعض الغسالات في عندي مثلا اللهم صلى على سيدنا محمد المايكرويف عندي عندي عدة اجهزة وهذا مفتاح المصباح المتواجد عندي في كل البيوت وكل الغرف حكينا قبل شوي عندنا ان التيار الكهربائي مالك يسير في مسار مغلق او الدار الكهربائي عندنا في مسار مغلق ضمن مادة او من خلال المادة ما هذه المادة مش اي مادة يمكن للتيار الكهربائي المرور من خلالها المادة التي تمكن التيار الكهربائي المرور من خلالها هي ايش مادة موصلة من الامثلة عليها عندي النحاس الالامنيوم الذهب الحديد وماء الصنبور عشان احنا شو بنحكي انه يجب عدم لمس الكهرباء بوجود الماء على اليدين يجب تنشيفهم قبل لمس التيار الكهربائي لانه منصير معرضين للسعق الكهربائي نتيجة انه ماء الصنبور هو عبارة عن موصل للتيار الكهربائي طبعا معلومة اللي هي ان النحاس موصل جيد للتيار الكهربائي وايضاً رخيص الثمن لذلك تم استخدامه لعمل الأسلاك الكهربائي 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 أعمل أسلاك لما بدي أعمل مثلاً أجهزة كهربائية أحتاج إلى مواد داخلها موصلة للتيار الكهربائي طبعاً زي ما أنا بيحاجي لمواد موصلة أنا أحتاج أيضاً إلى مواد عازلة والمواد العازلة شو مهمتها؟ مهمتها ألا تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها مثل الخشب الزجاج البلاستيك المطاط طبعاً لإيش بنستخدمها؟ للحماية من السعقات الكهربائية فبلذلك إحنا إيش بنستخدمها؟ لعدم لمس الأسلاك المكشوفة لذلك بنغطيها بالبلاستيك أو حتى بالمطاط سواء كانت الأسلاك أو حتى علب الكهربائية لمنع وصول التيار الكهربائي للشخص الذي يلمسها أما عن فني الصيانة الكهرباء فإيش مساوي؟ هو يرتدي عندي قفافيز إيش مصنوعة من مواد عازلة كالمطاط ويستخدم ويستخدم أدوات مقابضها من مصنوعة من البلاستيك أو المطاط أيضاً شو دورها هاي الأشياء المطاط والبلاستيك عندي هون يعزل التيار الكهربائي ومنع وصول التيار الكهربائي لفن الصيانة لتجنب لبس التيار الكهربائي بشكل مباشر بيسبب لهذا الشخص صدمة كهربائية تؤدي إلى وفاته يعطيكم العافية هاي بمختصر مفيد شرح بسيط لوحدة الكهرباء ترجمة نانسي قنقر